سيدة حفصة من الجلفة تقول توفي ابني عشية رمضان المنصر وغلبني الحزن عليه إلى درجة أني تهاونت في قراءة القرآن والاهتمام بالأذكار فماذا تقول لسيدي أقول لك لقد ورد في الحديث القدسي الجليل أن الله يأمر ملائكته أن يقبض روحا ولد عبده فإذا قبضوا روحا ولد العبد قال الله لهم يا ملائكتي هل قبضتم روحا ولد عبده قالوا نعم هل قبضتم روحا فلذة كبده قالوا نعم يا ربنا قال فماذا قال عبدي قالوا حمدك واسترجع أي أنه قال الحمد الله إن لله وإن إليه يراجعون فيقول الله لملائكته أبنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ملاء الصبر يا أختي وراح تتلقى إن شاء الله بولدك إن شاء الله وراه مات في عشية رمضان وأيام رمضان كلها أيام ورحمة أيام ورحمة ولله عتقاء من النار إن شاء الله يجعله منهم السيد رفيق من سيد بلعباس سيد بلعباس يقول نحن من أفراد الجيش الوطن الشعبي حماة الوطن نضطر للخروج لمدة 72 ساعة نحو مناطق معزولة وبعيدة ونتعب كثيرا ونضطر أحيانا للإفطار وشرب الماء في نهار رمضان فهل يجوز لنا ذلك خاصة في ظل الارتفاع المحسوس لدرجة الحرارة كما أننا نعمل في المناطق الحدودية حاول تفهم يا سيء رفيق الوقت يداهمنا سأجيبك إن شاء الله في الحصة القادمة والسلام عليكم ورحمة